ولمعرفة المزيد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا سوف يسلط الضوء مباشرة وكالات التصنيف الإئتماني ستقوم بتقليص وتخفيض التصنيف الإئتماني للديون الأمريكية للسندات الأمريكية بشكل عام سوف يؤثر ذلك على البنوك والمصارف التي تمتلكها وتحتاز حيازاتها كبيرة من السندات الأمريكية وتقلب حاد رح يكون في عنا بما يتعلق بقيمة هذه السندات وكذلك ارتفاع حاد في عوائد السندات ونحن شفنا أنه ارتفاع كبير على السندات أقل من خمس سنوات بالنسبة لأدولات الخزانة الأمريكية ومن ثم عادت للتراجع بشكل واضح مع أفاق الأمال بوصول إلى اتفاق من قبل الكونغرس تمرير هذا الاتفاق قبل موعد خمسة يونيو وسلاسة مرور هذا الاتفاق ومصادقته من قبل الكونغرس هي التي تحدد يعني إذا ما كان هناك أزمة أو لا حتى الآن الأمور إيجابية بعض الشيء شفنا قوة في الدولار الأمريكي شفنا تراجع في أسعار الذهب بشكل واضح خلال التعاملات يوم أمس ربما عادت للارتفاع بعض الشيء لأنه لا شيء رسمي حتى الآن فيما يتعلق بالاتفاق النهائي طيب رائد الأسواق الأمريكية والأسهم بالأحرى تتوقع رفع الفائدة في يونيو المقبل ما هي نسبة احتمالية رفع الاحتياط الفيدرالي ذلك؟ طبعا نحن شفنا مبارح وفق أداة CME لتوقع سعار الفائدة الاحتمالية برفعة 25 نقطة تساس أصبحت 60% ارتفاع كبير جدا وذلك لأنه العائق الوحيد أمام مزيد من الرفعات بسعار الفائدة كان هو أزمة صقف الدين الأمريكي مع وصولنا إلى اتفاق وتمديد أو رفع هذا الصقف لمدة عام أو عامين هذا سوف يشكل مقومات أساسية لرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لأنه بالتصريحات الأخيرة قالوا بأن البيانات الاقتصادية هي المقياس لرفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأمريكية حتى الآن هي جيدة وإيجابية وترجح مزيد من رفعات أسعار الفائدة لمجابهة التضخم وإرجاعه إلى المستويات المستهتفة أزمة ويطول الحديث أيضا حول أزمة السقف الدين هل برأيك أزمة السقف الدين بالإضافة للدولار هل يكبحان اتجاه الصعودي بالنسبة لأسعار الذهب؟ أسعار الذهب حساسة بشكل كبير كانت في الأون الأخيرة لما يتعلق بأزمة سقف الدين وأسعار الذهب مرتبطة أكثر بعملية التوجه نحو رفع أسعار الفائدة إذا تم إزالة العوائق نحو رفع جديدة بأسعار الفائدة رح نشوف الذهب تحت الضغط وممكن يناور عند مستويات أدنى نحو 1910 وصولا إلى 1900 دولار للأونصة ومن هناك ممكن تعود مال الارتفاع مرة ثانية على الذهب مع وجود أنه إذا كانت عنا أسعار الفائدة جدا مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية فتجنب الركود الاقتصادي سيصبح صعب بشكل كبير ومن هنا ذلك قد يغذي موجة جديدة بالارتفاع بأسعار الذهب ولكن لن ترتفع أسعار الذهب ربما قبل أن تصل إلى مستويات 1900 دولار تقريبا للأونصة نعم الصورة واضحة رايد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيوتي شكرا جزيلا لك شكرا خالد شكرا شكرا